بالأمس روسيا أعلنت بصريح العبارة أنها لو شعرت بثمت خطر وأن هناك محاولات لأعادتها لحدود عام 1991 يعني قبل ما تقوى وتبقى إحدى الدول والقوى الكبرى في الحالة دية لن تتردد في استخدام السلاح النووي وهتوجه ضربة لعدة دول في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا وأوكرانيا بلا قيدة أو شرط روسيا قالت الكلام ده من حقنا وأوعد فكروا أن كنتم ترجعوا روسيا لما كانت عليه من قبل حدث ذلك في نفس التوقيت الرئيس الروسي فلادمير بوتين أعلن فيه تصريحات مهمة جدا أن الانتصار على أوكرانيا مسألة حياة أو موت والمسألة ممكن توصل إلى درجة أن نحن نوجه ضربة قضية الأوكرانيا وننهي هذا الملف بالمرة تفاصيل معلومات كتيرة جدا خلال الحلقة بتاعتنا دي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضرتكم معكم أحمد عبدالهادي من قناة مصر الحقيقة أن الوضع أساسا وتطورات الوضع وتصاعد الأحداث في قلب روسيا وفي قلب أوكرانيا وفي قلب دول الاتحاد الأوروبي متصعدة بشكل غير عادي متصعدة جدا لدرجة أن هي بدأت تشهد قفزات غير عادية تخيلوا حضراتكم لما روسيا تعيد وتردد وتطرح وجهة نظرها وعقدتها العسكرية النووية أيما ساس بالأمن الروسي فورا سوف نستخدم السلاح النووي ده اللي أكده نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري مدفيديف حذر من أي من أن أي محاولة لإعادة روسيا لحدود عام 1991 هنواجهها بقوة وبشراسة وقال أن مثل هذه المحاولاتها تضطر الروسيا لاستخدام الترسانة الاستراتيجية النووية بتاعتها وتوجيه ضربة قاسية جدا لكل من أوكرانيا ألمانيا بريطانيا أمريكا الأربع دول دولي هنوجه ضربة نووية للعواصم بتاعتها فورا وقال سيؤدي انهيار روسيا إلى عواقب وخيمة أكثر بكثير من نتائج الحرب العادية وأي حرب طويلة الأمد وقال كمان أن محاولات إعادة روسيا إلى حدود عام 1991 هتؤدي إلى حرب عالمية مع الدول الغربية باستخدام الترسانة الاستراتيجية النووية الروسية لضرب هذه المدن ضرب مدينة كيف اللي هي العاصمة الأوكرانية ومدينة برلين عاصمة ألمانيا وضرب لندن عاصمة بريطانيا وواشنطن عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى كل الأماكن التاريخية الجميلة الأخرى المدرجة منذ أمد على قائمة أهداف ثالوثانا النووي من بينها طبعا باريس ومن بينها عواصم أوروبية أيضا ده الكلام ده والتصريحات دي كان الرئيس فلادمير بوتين رئيس روسيا أعلن عنها مع بداية احتشاد دول الناتو في قلب أوكرانيا في مواجهة روسيا فلادمير بوتين لحظتها قال أو تتخيلوا أن إحنا سنقبل أي نوع من الهزيمة لأن في الهزيمة بتاعتنا تدمن روسيا وطالما أن الأمر كذلك في كل الأحوال إحنا متضمرين يبقى في الحالة دي إحنا هنوجه ضربات نووية للمدن التالية اللي من بينها دي بالإضافة إلى باريس زائد بولندا وشركاهم وتم الإعلان عن خارطة فعلا للضربات النووية المخططة لها الكلام ده كان أعلنه فلادمير بوتين لحظتها كان جو بايدن أعلن بالحرف الواحد وقال في تصريحاته ألا يرى فلادمير بوتين رئيس روسيا أنه ليس في موضع يفرض من خلاله الشروط تهكم على فلادمير بوتين لحظتها إلا أن فلادمير بوتين اتخذ قرار وأبرم اتفاقية استراتيجية مع دولة بيلاروسيا الحليف الاستراتيجي لروسيا مضمونة للاتفاقية ديت إيه؟ نشر الأسلحة النووية الروسية على حدود بولندا وحدود أوروبا بس ده اللي حصل وده اللي بيأكد عليمت فيديف ودعا اللي دعا الدول الغربية لإعادة كل شيء لروسيا قبل فوات الأوان وإلا فإنها ستعيد بأكبر خسائر ممكنة للعدو مثل ما حدث في أفديفكا طبعا مدينة أفديفكا تم السيطرة عليها واستعادتها والسيطرة عليها وترد القوات الأوكرانية منذ ساعات قليلة اللي تعتبر بمثابة بوابة استراتيجية لمناطق وأقاليم أوكرانية أخرى شوفوا بقى حضرتكم وزارة الدفاع الروسية أعلنت إيه بخصوص مدينة أفديفكا أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير مدينة أفديفكا الاستراتيجية في جمهورية دونتسك وأكدت أن ذلك سيبعد قوات كيف عن مدينة دونتسك ويمنع قصفها من الجانب الأوكراني طبعا فوز ساحق الرئيس الروسي فلادمير بوتين أيضا بالأمس قال أن المجريات على جبهة القتال في أوكرانيا ديت مسألة حياة أو موت بالنسبة لروسيا وقد تحدد مصيرها وقال بالحرف الواحد أن أوكرانيا قد تتعرض لضربة قضية في حال طال النزاع رسالة طبعا بيهدد فيها بشكل مباشر كل القوى الغربية بلا استثناء يا رحمة بعدك روح طبعا فلادمير بوتين هو يقصد ذلك وبيؤكد أنه لن يتردد في توجيه ضربة عسكرية لأوكرانيا تنهي النزاع تماما إذا حسينا أن النزاع ده سوف يطول مدفيدي في حزر الغرب من دفع روسيا لاستخدام الترسانة النووية بتاعتها فلادمير بوتين ما يحدث في قلب أوكرانيا مسألة حياة أو موت بالنسبة لروسيا فلادمير بوتين مجريات الحرب في أوكرانيا مسألة حياة أو موت بالنسبة لروسيا طبعا التصريحات هي التصريحات في منطقة الخطورة على المستوى الاستراتيجي أنت بتتكلم في إيه؟ رئيس أعتى دولة في العالم بيهدد بتوجيه ضربة عسكرية لدولة زي أوكرانيا لو إن الحرب طالت أنا هوجه ضربة ساحقة تماما وأضع على أوكرانيا هخرجها من خريطة الوجود واللي هو حلال على الولايات المتحدة الأمريكية وحرام على روسيا لما الولايات المتحدة الأمريكية وجهت ضربتين عبر قنابل زرية الهيروشيما ونجازاكي فأنهت الحرب العالمية لحظتها ومن ثم من حق روسيا هي كمان توجه ضربة ساحقة لأوكرانيا هو ده لآله فلادمير بوتين وهو طبعا يقصده تماما ترجمة نانسي قنقر